بصفة متطوعين فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طريقة أمام المرتزقة للتوجه نحو أوكرانيا والقتال إلى جانب القوات الروسية هناك أما أعدادهم فيقول وزير دفاع بوتين إنها تتجاوز 16 ألفا قرار بوتين العلني هذا جاء ردا مضادا على قدوم المتطوعين من عدة دول سيما الأوروبية منها إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني وهو ما أكده بوتين في اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي عندما رحب بمن أطلق عليهم اسم المتطوعين وأمر بتسهيل وصولهم إلى روسيا ومن ثم إلى أوكرانيا فيما يخص النقاش الذي يدور حاليا في العالم حول إرسال متطوعين للقتال في أوكرانيا نحن نرى أن داعمين نظام الأوكراني في الغرب لا يخفون نيتهم في ذلك ويفعلونه في العلنة ولذلك إذا قرر المتطوعون القدوم للقتال ومساعدة الناس الذين يعانون في دونباس يجب مقابلتهم وإرسالهم إلى مناطق الصراع في ذات الاجتماع أعرب بوتين عن موافقته ودعمه لاقتراح تقدم به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بنقل أسلحة إلى دونباس الأوكرانية وإمداد الانفصاليين المدعومين من موسكو بأنظمة صاروخية تم الاستلاء عليها مؤخرا كغنائم من الجيش الأوكراني نقترح تسليم أنظمة مضادة للدبابات أمريكية الصنع مثل جابلين وستينغر إلى المقاتلين في لوغانسك ودونيتسك في سياق آخر قال شويغو إن بلاده تعتزم تدعيم حدودها الغربية بأنظمة جديدة وحديثة إضافة إلى إعادة انتشار الوحدات العسكرية هناك فاروج حسين العربية